اشتركوا في القناة في اللقاء نقل دكتور أمابيلا جيلوس لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحياتي فخامة الرئيس الفلبيني بلينو أكينو الثالث وتمنياته لسموه بموفور الصحة ولمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالنسق المتقدم الذي تسير عليه العلاقات البحرينية الفلبينية وبما يربط بين البلدين الصديقين من تفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وأكد سمو حرص مملكة البحرين على الارتقاء بمسار التعاون مع جمهورية الفلبين وتوتيته خاصة وأن ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين من علاقات متميزة يدعم مبادرات الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفاق أوسع يحقق مصالح البلدين المشتركة وأشار سمو إلى أن مملكة البحرين تقدر الجهود التي تقوم بها الجالية الفلبينية في دعم أسس البناء والنهضة التي تشهدها المملكة وما يتميز به أبناء الجالية الفلبينية من خبرة وكفاءة إلى ذلك فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن الحكومة تحرص دائما على تحفيز الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في عملية النهضة التنموية في البحرين وذلك بتقديم كافة التسهيلات والإمكانات المتاحة للمستثمرين بما في ذلك الاستثمار في التعليم مشاددا سمو على أن الاستثمار في القطاع التعليمي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للنهوض بالعنصر البشري والاستمرار فيما حققته البحرين من نجاحات في التنمية البشرية وكلف سمو الدكتور أجيلوس بنقل تحياته إلى الرئيس الفلبيني وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة والشعب الفلبيني التقدم والازدهار من جانبه يشاد مبعوث رئيس الفلبين بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين على كافة المستويات مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير وتنمية علاقاتها مع مملكة البحرين بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر